السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام نجدد اترحب بكم وحديثنا اليوم عن الحدث الاكبر الذي شهده العالم في مثل هذه الايام ووحدة مولد خير البارية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الايام من شهر ربيع الاول ربنا سبحانه وتعالى امتن على البشرية بولادة هذا النبي الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهي فرصة تحتفل بها الشعوب الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها تستجلي من خلال هذه المناسبة ملامح من شخصية هذا النبي الكريم القدوة حتى نحيي المحبة والمودة ونستنى بأخلاق هذا النبي في سلوكنا وفي سلوك اولادنا وبناتنا ولعلكم لاحظتم ايها الاحباب الكرام ان هذه الايام هناك احديث كثير عن سيرة هذا النبي الاعظم وهذا الامر كان معتادا عند المسلمين كلما حلت هذه الذكرى المسلمون يقومون بالاحتفال بعرض السيرة النبوية الشريفة والوقوف عند حدث المولد وعن الكرمات والارهاصات والبشائر التي رافقت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر يدخل في قول الله تعالى وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ربنا امرنا بان نذكر بأيام الله هناك ايام ليست كسائر الايام ايام فيها احداث جسام وعظام ربنا عز وجل امرنا بان نستوقف عندها ونستنبط منها العبر والعظات وخير الايام هو يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كلما حلت هذه الذكرى بدأ القيل والقال هل هذه سنة ام بدعة يكفي ان نقول بانها هي سنة حسنة في زماننا هذا لان السنن تتغير وتتبدل بحسب المقاصد وبحسب العوامل التربوية فاذا كان السلف الصالح لم ينتبه الى هذه الحدث الولادة فان الخلف في العهود المتأخرة رأوا بانه هذا من السنة الحسنة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيئا هذا من السنن الحسنة لماذا لان فيه احياء وبعت للمحبة والمودة والتعلق بهذا النبي الكريم فمجتمعتنا اليوم هي في امس الحاجة لكي نزرع محبة النبي الكريم في قلوبنا وقلوب ابنائنا فالمحبة هي اصل من اصول الدين ومقصد عظيم من مقاصد الشرع لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله متى الساعة قال ومدى اعددت لها قال ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام الا اني احب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم المرء يبعت مع من احب فقال ابو هريرة راوي الحديث ما رأيت الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بشيء اكثر من فرحهم بهذه البشارة اذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تبعت معه فالمرء يبعت مع من يحب ونحن في امس الحاجة ان نذكر ابناءنا وبناتنا ونساءنا واحبابنا وانفسنا نذكر انفسنا بسيرة هذا النبي العطرة لكي نحبه ثم نتخلق باخلاقه ثم نستنى بسنته والغريب في الامر ان الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده بعض المؤرخين انه بدأ في عهد الفاطميين في حدود القرن السادس الفاطميون كانوا شيعة يحكمون مصر وكانوا يقيمون الموالد كان عندهم خمسة موالد في السنة المولد الاول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مولد علي بن ابي طالب ثم مولد فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مولد لسيدنا الحسين ثم مولد لسيدنا الحسن فقد اقام الفاطميون في مصر وما جاورها موالد خمسة لكن في المغرب اول من احتفل رسميا بذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في عهد العزفيين ثم في عهد المرينيين لماذا؟ لانهم لاحظوا بان المغاربة كانوا قاربين من الاندلس من اسبانيا والتواجد المسيحي قوي خصوصا في المناطق الشمالية من المغرب النسو كانوا يجاورون الكنائس والنصارى والرهبان ومعلومون ان النصارى يحتفلون بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وكان المسلمون يقلدونهم فصاروا يحبون هذا السلوك ويحتفلون معهم بمولد عيسى بن مريم بعض العلماء قالوا لماذا لا نحتفل منه ايضا بذكر سيدنا النبي نملأ الفراغ وكأن المسلمون كان عندهم فراغ بل قال بعضهم حتى الاحتفال بميلاد عيسى بن مريم مذكور في القرآن ألم يقل ربنا عز وجل في كتابي العزيز في سورة مريم فانتبدت به مكانا قصية الى ان قال والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا والسلام علي يوم ولدت فربنا عز وجل تكلم على لسان المسيح بانه سلام عليه يوم ولد فما ضنك بسيد الخلق وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الاحتفاء بسيدنا النبي تم ليس في عهد العزفيين او المالينيين او الفاطميين بل وليس في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين بل الاحتفال تم في السماء قبل خلق ادم عليه السلام وذلك ان ابونا ادم عليه السلام لما ارتكب الخطية وصار يدعو الله تعالى ان يغفر له وربنا عز وجل كان عليه غضبان يولي وجه عنه بقي ادم يدعو الله تعالى بما شاء من الفتوحات الى ان قال اللهم اني اسألك بحق محمد ان تغفر لي فقال له رب العزة وما ادرك ما محمد يا ادم قال لا ادري ولكن رأيت على قوائم العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله فقلت من هذا الذي قارن الله تعالى اسمه باسمه الشريف لا ريب ولا شك ان له مقام رفيع عند الله فالتمست منك يا رب المغفرة ببركة هذا المسمى محمد فتبسم الله تعالى وقال يا ادم محمد انه من ذريتك لذا قال بان اول احتفال تم في السماء بل اكتر من هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة الاسراء والمعراج لما وصل الى سدرة المنتهى وطوله الله الزمان والمكان ورأى اول الخلق واخر الخلق قال رأيتني نبيا وادم لا زال بين الماء والطين فسيدنا النبي كان موجود وادم ما زال لم يصنع بعد فهذه كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لما نزل قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي الله جل جلاله في سمائه والملائكة الاطهار في عليائهم كلهم يصلون على النبي هذا احتفال ثم قال يا اهل الارض يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اراد ربنا عز وجل ان يقام له الاحتفال في الارض وفي السماء وهذا كل يوم في كل ساعة في كل لحظة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان منة عظيمة لالامة الاسلامية وللبشرية جمعاء فقد منضه على المؤمنين اذ بعت فيهم رسولا منهم سيدنا النبي محمد بشر به الانبياء من قبل فقال انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى فابوه ابراهيم الخليل كان يقول ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيته كان يدر الله تعالى ان يبعت نبيا من بلاد العرب يكون هو الخاتم فهو دعوة ابيه ابراهيم وبشارة اخي عيسى سيدنا عيسى كان يجمع الحاوريين ويقول لهم وابشركم برسول ياتي من بعد اسمه احمد فسيدنا النبي في الارض اسمه محمد وفي السماء اسمه احمد وقد سمي محمد لكي يكون محمودا في الارض وفي السماء هذا النبي الكريم الاحتفال بذكر مولده فيها مقاصد عظيمة وجليلة اولا نزرع حبه في قلوبنا وقلوب ابنائنا وبنتنا واسرنا لان الاسلام بدأ غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء من هنا قال العلماء المقاصدين لان العلماء على اشكال هناك العلماء الحرفيين وهناك العلماء المقاصدين قالوا بان هذا الزمان لما صار فيه الاسلام غريب ولما صار فيه نبي الاسلام يتهم بالرسوم الكاريكاثورية وصار تساغ له افلام تمس بكرامته صار من الاشدر والاحسن اننا نقيم الاحتفال ونظهر عظمة الاسلام واضهار شعائر الرحمن ومن ثم قالوا هذا من السنن الحسنة التي ندب اليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا اول مقصد زرع المحبة في القلوب المقصد الثاني وهو ان هذا اليوم عند معظم الدول الاسلامية يكون يوم عطلة رسمية وبالتالي يتاح له للأسر والعائلات ان تتجمع ففيه صنة الرحم وصنة الرحم هي مقصد اساس من مقاصد بناء الاسرة وتكوين المجتمع فحينما تقع صنة الرحم في هذا اليوم السعيد ويتم اظهار الفرح والسرور بان يقتنى للاولاد ملابس جديدة الاولاد لنا المولد في تمني حياة جديدة وتمني عهد جديد ثم تقام موائد الاكل والشراب والتوسع على العيال مع تجمعات عائلية وصنة الرحم هذا مقصد عظيم يتحقق من مقاصد الدين فربنا عز وجل لطالما اوصان بالرحم وقال الرحم مشتق من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وسرط الرحم من قال من اراد ان يبارك له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه والنبي الكريم امرنا بذلك ان يكون الطعام والشراب وان تجتمع العائلات والاسهار المصاهرة وغير ذلك حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله ما هو احب الاسلام قال ان ان تؤدي السلام وان تطعم الطعام وتفشي السلام وتطعم الطعام فهذا من بين مظاهر الاسلام انك تفشي السلام على من تعلم وعلى من لم تعلم من تعرف ومن لم تعرف ثم تطعم الطعام وانك بان توسع على الناس فهذه مناسبة عظيمة يحتفل بها المغاربة والعالم الاسلامي قاطبة بذكر هذا المولد النبوي الشريف يكفي ان نفهم ايها الاحباب الكرام ان قبل مولد هذا النبي كانت البشرية تعيش في جاهلية جهلاء كان القوي يأكل الضعيف وكان الظلم على جميع المستويات وغياب العدالة الاجتماعية والمرأة كانت مهانة والفتاة كانت تؤدو وهي حية والناس يتعاملون بالربا وبالاستغلال الاقتصادي والناس كانوا فيما بينهم يتحاربون ويسفكون الدماء على اتفه الاسباب والسلام كان غائبا والاضطراب النفسي كان سائدا والناس يطرحون مليون علامة استفام وتعجب عن حقيقة الوجود من نحن من خلقنا ماذا نفعل فوق هذا الكون ما هو مصيرون اسئلة فلسفية تجعل الانسان يضطرب نفسيا اذا لم يجد لها جوابا هنا بعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي الرحمة المهدات فجاء اولا يعرفنا بالله ويعرفنا من نحن ومن خلقنا وحقيقة تدبير هذا الوجود اخبرنا باصل الوجود قبل ادم عليه السلام وقبل تكون الاكوان ثم اخبرنا بالمصير بعد الموت جنة ونار وحساب وخلود ابدي ونعيم مقيم وحدتنا عن جلال الله عرفنا بالله الناس كان يعبدنا اي شيء الاصنام الاوتان الكواكب النجوم النار نار المجوس منهم من يعبد الحشرات والبغائم ومنهم من هو على الضلال لا يعبد اي شيء فيتيه في الاوهام وتفضي به الامور الى الانتحار تعرفنا بالله واخبرنا بجلال الله وعظمة الله وعقيدة التوحيد ثم ربنا عز وجل رتب لنا العبادات لكي نبقى متصلين بالله الصلوات الخمس صيام رمضان الحج الزكاء كل هذه العبادات هي ارتباط وثيق بالله وكان هناك ارتباط بالشبكة الالهية حتى يبقى العبد المؤمن متصلا دوما بربه جل جلاله علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القيم الاخلاقية علمنا ان نتخلق بالاخلاق نتخلق بالصدق بالامانة بالعفة بالطهارة علمنا التراحم علمنا ان نسلم على من نعلم ولا من نعلم علمنا ان ندعو الى السلام العالمي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين علمنا نحن البشر كلنا بأننا إخوة كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لفضل عربي على أعجمي ولا أبض على أسود إلا بالتقوى علمنا بأن الشعوب والدول والحضارات ينبغي أن تتفاعل وتتلاقح وتتعاون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم علمنا الكثير يكفي أيها الأحباب الكرام أننا في يوم مولده في الثاني عشر من ربيع الأول وكان يوم الاثنين وكان سيدنا النبي يصوم يوم الاثنين قيل له يا رسول الله لماذا تصوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أرجو أن ألقى الله فيه وكأنه يحتفي بيوم مولده عن طريق الصيام نحن احتفالتنا تكون مشروعة إن شاء الله تعالى عن طريق مجموعة من التدبير أولها أن الحمد لله المغاربة اعتادوا أنهم يقيمون السيرة النبوية صرد السيرة النبوية المولد والطفولة والنشأة ورعي الغنم والتجارة وزواجه بأمنا خديجة ثم بعد ذلك بقية كل أطوار حياته صلى الله عليه وسلم نتذكرها حتى يبقى حيا في قلوبنا المغاربة تعتاد أنه في مثل هذه الأيام المباركة العائلات الكبرى يقيمون احتفالات ويدعوا لها عموم الناس فتقام مأدوبات للطعام والشراب ويتم إعضار الأطفال الصغار خصوصا الأسر المعوزة الفقيرة ويتم توزيع وجابات الطعام والمواد الغدائية للأيتام والأرامل والتوسعة على كل محتاج وضعيف لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلة فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد هاتين الآيتين في مختصار للسيرة والشريعة السيرة النبوية كلها والشريعة الإسلامية كلها مختصرة في هاتين الآيتين التي جاءت في خواتم سورة الضحى فطوب لنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نبدي الفرح ونبدي السرور بمولد هذا النبي لماذا؟ لأن البشرية اليوم تشعر بالكثير من الاضطراب النفسي والكثير من القلق والأحزان والناس عموما غابت عنهم الفرحة خصوصا مع زمن الكورونا وتوالي الأزمات الاقتصادية ونكابات اجتماعية الناس يحتاجون إلى فرح كيف نحصل هذا الفرح؟ إنه يأتينا مجانا وتلقائيا وهيبة من عند الرحمن لما نفرح يوم مولده صلى الله عليه وسلم فربنا أمرنا بذلك فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله قيل فضل الله هو القرآن وبرحمته هو النبي العدنان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فإذا فرحت في هذا اليوم المعظم المكرم وقطعت مع الماضي قطيع مع الماضي هموم ومشاكل وصراعات وخصامات مع الناس عفى الله عما سلف للمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحرص على أن نصد الرحم العائلة والأحباب نتصل بهم ونجتمع معهم ونحرص على أن ننفق مما أعطانا الله للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل نوسع على الجميع ثم نبدل فرح حري بنا أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل الفرحة والسرور والبهج والحبور تغزو قلوبنا وحياتنا ومجتمعاتنا ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك فاللهم يا ربي كريم لك الحمد ولك الشكر أن أكرمتنا بهذا النبي اللهم يا ربي كريم نسألك اللهم أن تجعلنا من أهله وخاصته نشهد يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأنه أدى الأمانة وأنه نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أثه اليقين اللهم اجزي عنا خير الجزاء اللهم اسقنا شربة ماء من حوضه يوم القيامة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين نسألك بفضلك ومنك وجودك أن تجعلنا يوم القيامة بجواري في الجنة في الفردوس الأعلى مع آل بيته الطيبين الطاهرين ومع أزواجه أمهات المؤمنين ومع أصحابه الغر الميامين من الأنصار والمهاجرين ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فصلوا جميعا على رسول الله وابدوا الفرحة والسرور بمولد سيد البشر سيد العالمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشترك في القناة دمتلك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة تشجيعا لنا تشجيء campa anciوة اشترك في القناة